رحب حاكم حجر لميس أحمد الخضر علي فاضل بوزير الثروة الحيوانية ولفضة الذي يرافقه متمنيا لهم إقامة طيبة بمدينة مساكوري بعدها أقاد الوزير جلسة عمل مع منذوبة الثروة الحيوانية السيدة صفية الجاني تناول اجتماع الحالة الصحية للماشية وحصيلة الحملة قبل أن يزور الوزير عددا من القرى والمناطق ككرباتشي وكولي كولي وأبزرازير وبلالاتي وشبكاري شنغاري وقراتلاتة وأراضة خلال ذلك تم معرفة المواشئة التي حصنت والتي لم تحصن بعد ولوحظ هنا أن بعض المناطق رحل عنها الرعاة إلى أماكن أكثر خصوبة وحياة ولازالت عملية التحصيل مستمرة بمناطق أخرى كقرية بعشوم ونعيد إلى الأثهار بأن وزارة الثروة الحيوانية تسعى إلى تطايم 11 ألف رأسا من الغنم و3 مليون رأس من البقر هذا العام موسيقى